حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة وأخيرا سقط هذا الصاروخ الذي شغل العالم على مدى أيام سقط في مياه المحيط الهندي الله عز وجل من رحمته أنه صرف الأذى عن البشر لعلهم يرجعون لعلهم يتذكرون نحن نقول دائما أيها الأحبة أي حدث يحدث من حولنا كمؤمنين ينبغي أن نأخذ منه العبرة الله تبارك وتعالى يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ما الذي جعل هذا الصاروخ يتبخر على حدود الغلاف الجوي وحطامه سقطت في المياه من الذي جعل ذلك أيها الأحبة إنه الله هل تعلمون كيف الله عز وجل عندما وضع أرضنا في مدار محدد حول الشمس أحبتي في الله حفظها بوسائل متعددة قوية جدا أول وسيلة لحفظ الأرض هي الغلاف الجوي وهي أول طبقة من طبقات السماء الدنيا لأننا نعلم أن السماء الدنيا تمتد من فوق رؤوسنا يعني من الغلاف الجوي إلى أبعد مجرة مكتشفة هذه كلها السماء الدنيا وبعدها السماء الثانية والثالثة العلم لم يكشف حولها شيئا وضع الله هذا الغلاف الجوي بحدود مئة كيلو متر أو أكثر وسيلة لحماية الأرض من شر النيازك الكويكبات الحجارة التي تسبح في الفضاء عندما تخترق الغلاف الجوي ما الذي يحدث أيها الأحبة الله أيضا وضع قوانين من أجل ذلك سبحانه وتعالى أن القوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى تتعلق بالاحتكاك أن أي جسم عندما يخترق الغلاف الجوي الغلاف الجوي أيها الأحبة هو عبارة عن هواء طبقات من الهواء طبعا تختلف كثافة الهواء كلما صعدنا للأعلى ولكن سرعة الأجسام في الفضاء تكون كبيرة جدا بسبب عدم وجود جاذبية فالجسم يحلق بسرعات يعني آلاف الكيلو مترات في الساعة عندما يخترق الغلاف الجوي أو طبقة الهواء هذه عملية الاختراق أيها الأحبة تؤدي إلى تفاعلات عنيفة بين ذرات هذا الجسم أو الصاروخ أو النيزك المخترق وبين ذرات الهواء تتحول ذرات الهواء لجدار صلب كأن هذا الصاروخ يخترق جدارا صلبا من الرخام أو من الصخور تصوروا أيها الأحبة نحن نتحدث فيزيائيا هذا القانون الذي وضعه الله ضمن الحماية لنا نحن على الأرض طيلة ملايين السنين وضمن لهذا الكوكب أن يبقى أربع ونص مليار سنة دون أن يتبخر غلافه الجوي أو ينفذ أو يهرب أو يحدث أي أو تحدث أي مشكلة إذن أيها الأحبة هذه هي الطبقة الأولى من طبقات الحماية الطبقة الثانية وراءها يوجد مجال مغناطيسي قوي جدا جدا يمتد لعشرات الألاف من الكيلومترات هذا مهمته أن يحمينا من الجسيمات الكونية ذات السرعة الهائلة التي تنطلق بسرعة تقترب من سرعة الضوء والتي لو نزلت إلى الأرض بكمية كبيرة لأفنت الحياة على ظهرها يحمينا من شر رياح الشمسية يحمينا من مشاكل كثيرة جدا إذن هذه الأرض جهزها الله بدراء لذلك عندما يخطئ البشر يعني الصين بكل التكنولوجيا التي لديهم لم يتمكنوا من السيطرة على صاروخ لم يتمكنوا من التحكم بهذا الصاروخ فقدوا السيطرة عليه فأصبح هذا الصاروخ يسير كالمجنون في الفضاء وعندما سقط شاء الله سبحانه وتعالى بفعل طبقات الحماية التي وضعها الله للأرض طبقات الغلاف الجوي السبعة أن تحترق أجزاء كبيرة منه نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي وما تبقى يسقط في الماء لذلك الله عز وجل عندما خلق هذه الأرض جعل نسبة 71% منها ماء لماذا؟ لأن هناك مخاطر كثيرة ونيازك كثيرة تسقط أيها الأحبة معظمها يسقط في الماء لدينا على الأرض حلقة تدعى حلقة النار نحن لم نسمع بها ولا نعرفها موجودة في أعماق المحيطات تمتد لطول 40 ألف كيلومتر تتدفق منها الحمم المنصهرة والنيران وحجارة ملتهبة تتدفق من أعماق المحيطات أيها الأحبة نحن لم نسمع بها كل هذه الأخطار أخفاها الله عنها تحت هذا الماء لذلك جعل النسبة العظمى من مساحة الأرض عبارة عن مياه سبحان الله الدرس الثاني الذي ينبغي أن نتعلمه أيها الأحبة أنك أيها الإنسان مهما بلغت من العلم ستبقى ضعيفا أمام المتحكم والمسيطر الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى تصوروا أحبة في الله أن الله عز وجل عندما خلق هذا الكون خلق فيه أكثر من مئة مليار مجرة في كل مجرة أكثر من مئة مليار نجم كل هذه النجوم ومعظم هذه النجوم حولها كواكب مثل الشمس الشمس هي نجم يوجد حوله كواكب مجموعة الشمسية مليارات أو تريليونات النجوم وتريليونات الكواكب وتريليونات السحب الدخانية بالإضافة لثقوب سوداء ونجوم طارقة ونجوم قزمة ونجوم كوازرات وأشياء لا يعلم بها إلا الله كل هذا بالإضافة للمادة المظلمة كل هذا بالإضافة للنسيج الكوني هذه المادة المظلمة مع المادة المضيئة تصطف على خيوط تشبه النسيج محكمة جدا أيها الأحبة كل هذا البناء الكوني يقولون جاء بالمصادفة وأنتم صاروخ لا يساوي شيئا أمام الكون عبارة عن ثلاثين متر يعني لا يساوي شيئا أمام الأبعاد الكونية فشلتم في السيطرة عليه فإذن أيها الإنسان اعترف بضعفك أمام الله ارجع إلى الله عز وجل هو المتحكم هو المسيطر على هذا الكون أيها الأحبة لذلك نحن عندما نقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما معنى القيوم أنه قائم بشؤون الكون يمسك الكون يحفظ الكون ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم يجب أن نستحضر في هذا الموقف عظمة الله ورحمة الله بنا أيها الأحبة على الرغم من الإلحاد والكفر والحرب التي يقوم بها كثير من البشر ضد تعاليم الإسلام وضد هذا الإله العظيم وهو غنيون عن عباده سبحانه وتعالى على الرغم من ذلك يرزقهم ويشفيهم ويهيئ لهم الاختراعات ثم يحفظهم من شرها سبحان الله يعني أنظروا إلى رحمة الله أيها الأحبة أنك أيها الإنسان على الرغم من أنك تخطئ وتعبث بهذه الأرض الحقيقة الأرض ليست عبثا أرواح الناس ليست عبثا ليعبث بها هؤلاء هذا يعني يعتبر إهمال أيها الأحبة ولكن قلة المعلومات التي يمتلكها البشر أيضا ذكرها القرآن عندما قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لذلك على الرغم من أنك أيها الإنسان تعبث بهذه الأرض وترسلون صواريخ لا تعلمون أين ستسقط وماذا ستدمر وتفقدون السيطرة عليه ثم بعد ذلك تدعون أنكم تمتلكون ناصية العلم وتمتلكون الفضاء والأرض والكذلالة ينبغي أن نتواضع لله عز وجل ينبغي أن نعترف بقدرة الله علينا وينبغي بالمقابل قلنا بالأمس أيها الأحبة ألا نشغل أنفسنا كثيرا بمثل هذه الأحداث إلا من أجل العبرة يعني أنا أي حدث يحدث أراقبه وأخذ منه العبرة هذا هو حال المؤمن يستفيد من أي ظاهرة تحدث حوله ويحمد الله تبارك وتعالى وهذا من نعمة الله الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لذلك أنا أود أن أختم هذا اللقاء أيها الأحبة وأدعوكم أن تحفظوا هذه الآية وتكرروها الله تبارك وتعالى ذكر في موضعين آية كررها في موضعين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مرتين وردت هذه العبارة في القرآن المرة الأولى ختمت بماذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار انظر أيها الإنسان نعم الله تتدفق عليك مع العالم أنك تكفر وتظلم إن الإنسان لظلوم كفار في الآية الثانية أراد الله أن يقول لك على رغم من ذلك الله يغفر لك ويرحمك أيضا ويصرف عنك الشر في سورة النحل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم كأن الله يريد أن يقول لك أيها الملحد على الرغم من أنك ظالم كفار معاند ولكن لا تيأس هناك إله غفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عننا وعنكم كل شر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق